اشتركوا في القناة في القضايا والعلاقات الأسرية من داخلها ومن خارجها نعم كما اعتدنا في كل حلقة من حلقات البرنامج طرح موضوع يشغل الساحة في مجتمعنا نناقشها رفقة ضيف من ضيوفنا الكرام موضوع عددنا لنهار اليوم هو على العنف بصفة عامة والعنف الذي تتعرض له المرأة بصفة خاصة الذي انتشر انتشارا مدمرا وسط العديد من الأسر فهنا يمكن طرح تساؤل شامل لكل هذا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اللوجوء للعنف خاصة على المرأة سواء من طرف الأب الزوج أو الإبن والأخ وأملة إلى ذلك كل هذه النقاط وأكثر سوف نناقشها ويجيب عليها معنا الأستاذ الفاضل الأستاذ منجي دركي استشاري نفسي وتربوي مختص نفسي عيادة ومعالج عائلي مرحبا بك أستاذ معنا وشكرا على قبول الدعوة مرحبا أهلا وسهلا بداية نحن ننتظر تعليقاتكم ورأيكم عبر صفحتنا وتعليقاتكم وأسئلتكم للأستاذ حول موضوعنا لنهار اليوم بداية أستاذ كما ذكرنا في البداية أن العنف أصبح هو الوسيلة الوحيدة للتعبير يعني داخل الأسرة وخارجها فحسب رأيك ما هي الأسباب التي تكون هي الراجع أو هي الدفع الأساسي لارتكاب العنف خاصة يعني بصفة عامة ليقتصر فقط على المرأة بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنحبونا نتحدث على الأسباب بتاع العنف يمكن تقسيم الأسباب إلى قسمين القسم الأول المتعلق بالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي إن سحى التعبير والقسم الثاني متعلق بالأسرة في حد ذاتها وتاريخ الأسرة بمعنى في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي الظروف الاجتماعية التي تمر بها الأسرة في أي مجتمع راهي قاعدة تعيش المجتمع الذي نعيش فيه مستوها الثقافي ومستوها العلمي وكل ما يتعلق بوجود أسرة داخل المجتمع لأنه نلقاه بعض المجتمعات لما فيها العنف من القوم والجمعات أخرى فيها العنف بشكل كبير هذا من جهة من جهة أخرى كذلك في الجانب المتعلق بالمحيط الأسري أو بأين تعيش الأسرة الجانب الاقتصادية لعب دور كبير فالظروف الاقتصادية اللي ممكن يعيشها الأب كذلك تكون سبب من الأسباب الغير مباشرة في ارتكاب العنف يعني تلقى يبدل مجهود كبير في توفير اللقمة للأبناء تجاه في العمل من الثامنة إلى الساعة الثامنة ممكن كذلك انخفاض مستوى العملة على مستوى الدولة اللي موجودة فعديد العوامل الاقتصادية تقدر تكون سبب مباشر في ظهور مظاهر العنف داخل الأسرة الظروف الاجتماعية كذلك تقدر تكون سبب غير مباشر في ظروف العنف داخل الأسرة فهناك مجموعة من الأسباب متعلقة بكل ما يحيط بالأسرة سواء أسباب هذه كانت اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها وهناك أسباب أخرى تتعلق بالأسرة في حد ذاتها تتعلق بطبيعة العلاقات داخل الأسرة تتعلق بنمط الاتصال داخل الأسرة تتعلق بتاريخ الأسرة تتعلق بتاريخ الزوجين في حد ذاتهم الزوجة وتاريخ أسرتها الزوج وتاريخ أسرته فالعنف ليس وليد سببه واحد مباشر يعني كنقوله العنف داخل الأسرة بسبب الموضوع الفلاني وكأنه غلقنا على رواحنا لكن لما نفتح مجموعة الأسباب هذا رح يخلينا تدريجيا نحاول نفهم الأسباب المباشرة والأسباب غير مباشرة وهذا يساعدنا كذلك تدريجيا إلى معالجة هذه المشكلة نعم ربما هذه الأسباب التي ذكرتها من أكثر الأسباب الراجعة لارتكاب العنف بشكل عام لكن هناك دراسة تقول حسب منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 736 مرأة مليون مرأة تتعرض للعنف يعني لماذا أصبحت المرأة هي الواجهة الأولى لتعرضها للضرب يعني لماذا أصبحت هي أكثر غرظة من غيرها للضرب هو يفترض لما نقدم إحسائية بهذا الشكل يكون فيها تفصيل أكثر الدول الموجودة فيها أكثر الفئة العمرية المورسة عليها العنف أكثر الفترات خلال السنة المورسة عليها العنف طبيعة الدول هذه من ناحية الأقصادية ومن ناحية الاجتماعية وغيرها بش نقدروا نجاوبوا على السؤال لماذا بالضبط المرأة هي عرضها للعنف أكثر من الرجل ربما لأنه في بعض المجتمعات هي مجتمعات ذكورية وتمارس العنف على المرأة أكثر ما فيه العكس وفيه بعض المجتمعات اللي رأي قريبا منها ماشي بعيدة ياسر وإن أحيانا نلقوا العكس أن المرأة هي اللي تمارس العنف على الرجل ربما لأن المرأة كذلك هي الحلقة الأضعف في الأسرة ربما لأن العنف هذا اللي ممارس هو عنف وكأنه موروث فالشخص اللي يشوف الوالد التاعه يعنف أمه فيمكن احتمال أنه يمارس هذا العنف عندما يكون زوج بأي شكل من الأشكال يقدر يكون عنف جسدي أو يقدر يكون شكل آخر من الأشكال اللي ممكن يعيشها فالأسباب كذلك متعددة لماذا المرأة هي الحلقة الأضعف في هذا العنصر لماذا المرأة هي التي يمارس عليها العنف في هذا العنصر ونجد أن نزيد نطرح السؤال آخر هل ممارسة العنف على المرأة هو فعل أو ردة فعل؟ هو فعل قائما عند الرجل؟ أم هي ردة فعل؟ أن المرأة كما نقولوا بروفوكت أو استفزت الرجل أو لا فالعلاقة هنا متعدية هي دائرية ممكن نتيجة كانت سبب لنتيجة واحدة أخرى ونتيجة واحدة أخرى كانت سبب لآخر نعم ربما كما ذكرت أنه ربما تكون وراثية يعني عندما يشاهد الطفل أو الرجل عندما يشاهد الوالد انتاعه يعرض الأم انتاعه للضرب هذا ناتج على استعمالها لأشكال عديدة وأنواع عديدة من العنف ضد المرأة يعني بتنوع واختلاف العنف يعني منه ما يكون جسدي يكون معنوي أو نفسي يعني في حسب رأيك ما هي الأنواع التي تؤثر بشكل كبير على المرأة بطبيعة الحال هو أعتقد أنه كل مرأة وعندها خصوصية في التأثر تجاه العنف فبعض النساء يكون عندهم خصوصية في التأثر أو التأزم من خلال العنف الجسدي الممارس عليهم في بعض النساء يكون عندهم التأثر أو التأزم من خلال العنف النفسي أو العنف الرمزي أو العنف المعنوي اللي يكون ممارس عليهم لكن في العموم يمكن الحديث أنه إحدى أهم مظاهر العنف اللي تقدر أو يقدر يكون مؤذي بالنسبة للمرأة هو الإهمال إهمال في الجانب العاطفي والإهمال في الجانب العلائقي هذا الشكل من أشكال العنف لي مهيش ظاهرة مهيش واضحة ممكن المرأة ما تشتكيش منها بشكل مباشر ممكن تظهر بعض الشكاوي بشكل غير مباشر لكن لما يكون فيه إهمال هذا أهم وأكثر مظاهر العنف ديمومة وخطورة بالنسبة للمرأة لأنها راح تكون عندها العديد من الأثار النفسية بالنسبة للمرأة سواء على المستوى الجسدي بالنسبة لها هي وإن ممكن تظهر بعض الأمراض سايكوثوماتية يعني الأمراض الجسدية لسبب نفسي وممكن كذلك تظهر بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق وبعض الاضطرابات الأخرى المتعلقة بالجانب المزاجي ويمكن كذلك المرأة هذه تعيد إنتاج الإهمال التي تتلقاه من الرجل تجاه الأبناء من غير ما تشعر سواء بطريقة واعية أو لا واعية تعاود تنتج هذا الإهمال أو الذي تتلقاه من عند الزوج تعاود تنتجه فيما بعد إلى الأبناء وتعاود تنتجه في نفس الوقت إلى الزوج نعم ربما أنت تقول أنه ردة فعل المرأة على زوجها يعني تردها على الأبناء أنتعها بالضبط لكن ردة الفعل هذه مش راح تكون واعية أحيانا عند القليل من النساء تكون واعية مدام أهملتني نهملك مدام أهملتني نهمل أبنائك بالرغم أنه أبنائها حتى هي بالصح بالطريقة هذه مهيش دائما لكن في معظم الأحيان أنه لما تعيش في المرأة نوع من الاكتئاب نتاج الإهمال أو نوع من الاكتئاب نتاج القلق اللي تعيشه أو نوع من الإهمال نتاج العنف اللي تعيشه فالاكتئاب هو شكل من أشكال الإهمال للذات هي تهمل نفسها في شكلها في نظفتها في أكلها في الكثير من الأشكال أشياء وهذا الإهمال رح ينعكس بشكل مباشر كذلك على أبنائها ربما هذا نتج أو على الضغط النفسي اللي تعرض لها المرأة داخل البيت بالضبط بالضبط يقدر ينتج على الإهمال هذا نتاج الضغط النفسي يقدر ينتج نتاج العنف الممارس على المرأة لأنه بش نكونوا واضحين في تحديد مفهوم العنف خاصة أن المشاهدين يتابعوا فينا العنف ما هو مرتبط بالعنف الجسدي فقط أنك تضرب مرأة أو تضرب زوجتك أو تضرب بنتك أو تضرب أختك هذا نوع من أنواع العنف فيه العنف النفسي كذلك اللي ممكن يكون عن طريق الإهمال ممكن يكون عن طريق الاحتقار ممكن يكون عن طريق إشعار الآخر بالذنب وفيه العنف الرمزي مثلاً وإنك ما تهدرش معه الشخص الآخر ما تهدرش معه بنتك ما تهدرش معه زوجتك ما تهدرش معه أختك هذا كذلك شكل من أشكال العنف كانت تحثوا على العنف الرمزي أو العنف النفسي يمكن كذلك أنك ما تمدش وقت لبنتك بشتريح معها ما تمدش وقت لزوجتك بشتريح معها خلال اليوم هذا كذلك شكل من أشكال العنف وين بنتك تشوفك غير الصباح صباح الخير بابا حتين في الليل صباح الخير بابا وفي النهار كامل كل واحد راه في حياته الخاصة ما كانش وقت لي تقدر تخصه أنت كأب ولا كأخ ولا كزوج البنتك فهذا كذلك شكل من أشكال العنف اللي نتيجه ما تظهرش بشكل مباشر قال مش شهر كامل ما هدرناس مع بعضانا بشتبان نتيجة لكن مع الوقت مع الوقت راح تظهر نتائج شاعه بقدر ما هو عنف سليس ومرين يعني ما ما هدرتش معها مثلا يوم أو يومين أو سبوع أو سبوعين بقدر ما راح تكون نتيجة كذلك مرينة وسليسة برغم أنها سلبية فممكن البنت راح تبحث على شكل يهدر معها شكل يريح معها شكل يقضي معها أطول وقت ممكن وقد ينطبق كذلك على الأخت أو غيره فهذا الشكل كذلك من أشكال العنف اللي يكون داخل العلاقة فما نضبطوش مفهوم العنف بالعنف الجسدي فقط عنده عدة أشكال وضروري جدا أننا نكونوا لمسين وشعرين الأشكال هذه الخاصة بالعنف نعم ربما أستاذ أن المرأة في حد ذاتها هي يعني تخلي نفسها تتعرض للضرب من خلال استفزازها للرجل وتلفظها بألفاظ غير لائقة يعني غير مقبولة مع زوجها هذا في حد ذاتها يعني سبب يخليها تتعرض للضرب أو للعنف اللفظي خاصة أو العنف الجسماني منها أنها تستفز الرجل حتى يعني يمارس عليها هذا العنف وهنا يزيد خلينا نتروح سؤال آخر وش خلى المرأة تستفز الرجل إذا كان الرجل ضرب المرأة على سبيل المثال ولا عنفها خلينا نوسع مجال المصطلح إذا كان الرجل عنف المرأة بأي شكل من أشكال العنف ومن بعد الرجل يقول لك باللي أنا عنفتها لأنها قالت لي كلام مش مليح لأنها قالت كلمات متليقش أن المرأة تقولها لزوجها هنا نعود ونطرحوا سؤال واحد آخر وش خلى المرأة تقلق ولا تتوتر حتى أن تقول كلام مش مليح هل الأسباب مرتبطة بالعلاقة الزوجية هل أنت كزوج أقدمت على أشياء ولا درت أشياء وخليتها هي تصرف بالطريقة هذه هل أنت تغذيت على أشياء أو تنزلت على أشياء أو فرطت في أشياء حتى أن هي تقلقت وتصرفت بالطريقة هذه هل الأمر مرتبط بتاريخها هي بتاريخها هي في حياتها مع والديها في حيات الأب تاحة مع الأم تاحة في حيات الأم تاحة مع الأب تاحة والعلاقة هذه كيفاش كانت فكل ما نطرحوا سؤال ونلقوا واحنا نجينا إجابة مباشرة هنا رأنا قاعدين نغلقوا على رواحنا وما نش قاعدين نخموا بطريقة أوسعة بسحكين نفكروا بطريقة واسعة نحاولوا نبحثوا أننا نمسوا جميع الأسباب نحاولوا نديروا الدائرة تاع أنه شكون هو اللي كان سبب للآخر وبعد نعودوا نرجعوا الدائرة بشكل مقلوب هذا رح يخلينا تدريجيا من التهمه حتى شخص بقدر ما الاتهام رح يروح للظاهرة ونحاولوا بقدر الإمكان أننا نقصوا منها نعم أستاذ هناك نقطة أخرى أنه هناك ثقافة في مجتمعنا حتى لا نقول المجتمع ككل نقول الأغلبية في مجتمعنا هناك نقطة هي تنمية المرأة أو حصرها في نمط واحد من قلوب العامية أنها عندها مجال واحد تقوم عليه المرأة وهو البيت يعني مجالها يتحصر في البيت فقط يعني ما رأيك ليس هذا في حد ذاته عنف اتجاه المرأة لا هو ما نقدرش نقوله عنف وقتاش يولي عنف إذا تم تنمية المرأة ككل يعني أي مرأة من المهم للغاية أنه مثلا ما تخرجش من الدار أنها ما تخرجش تقرأ أنها ما تروحش للجامعة أنها ما تروحش تخطي لأنه علميا الآن الدراسات ويش تقولك تقولك باللي فيه أنماط شخصية يعني نمط شخصية عند المرأة من الضروري أنه يلتزم بالبيت فقط يعني تقولك أنا هي أصلا تقولك أنا ما عندي ما ندير بها الخدمة ريح الدار ريح مع ولداتي ربي ولداتي نكبرهم ونقريهم ومرأة أخرى أنا مات شخصيتها أكتيف فعالة نشطة تقولك أنا لو كان ريح في الدار نهبل فلازمني إما أشغل جنب الدار ولا حتى ننشغل في الدار وإلا نخدم ولا ندير أي نشاط واحد آخر لسنسية لأن يكون الريح واحد في الدار نتقلق يعني أنت تقول أن هذا الترميط راجع للمرأة في حد ذاتها وليس للمجتمع من جهة راجع للمرأة في حد ذاته لأن بعض النساء يحبوا يقوم في البيت وهذا من حقهم وبعض النساء الأخرين يحبوا مثلا يمرسوا بعض المهن المناسبة لهم والطبيعتهم كالتعليم والصحة وهذا كذلك مناسب لهم هذا الدافع الأول الدافع الثاني عنده علاقة بالجانب المجتمعي العادات عنده علاقة بالتقاليد عنده علاقة بالفهم الخاطئ للدين هو اللي يخلى النمط أو تنميط المرأة أو حصلها في زاوية معينة لأنه أحيانا بعض الأشخاص يعيشوا نوع من التناقض في مسايرته للتنميط يقول لك المرأة يحكم دارها المرأة يفترض أنها لا تخرج من الدار الدين يقول هكذا المرأة لا تخرج من الدار يتولي أمه مريضة أو أخته مريضة أو زوجته مريضة يبحث على طبيب يبحث على فرملية يخي قلت للمرأة لا تخرج من الدار يحوس على مرأة لا تقري ولده أو لا تقري بنته أنا بنتي لا يقري هاش ولد كان بعض الأشخاص اللي شفتهم يفكروا بالطريقة هذه بنتي لا يقري هاش رجل لا تكون متشدد في هذا الأمر لا تقول للمرأة مكانها البيت وفي موقف آخر كتولي أنت في موقف آخر تقول للمرأة لا يجب أن تخرج من بيتها لا يجب أن تخدم و لا يجب أن تقرأ فهنا نحس كين نوع من التناقض كيفاش هنا تفرض رأيي فرض الرأي هذا هو نمط اجتماعي عنده علاقة بالعداد والتقاليد عنده ش علاقة بالدين لكن فيما بعد الدين ما هو ش عارفك أنت بلي فيما بعد راح تحتاج زوجتك إلى طبيبة خلال مسيرتها الإنجابية كامل الدين يعرف بلي كين نوع من خصوصية عند زوجتك والدين يعرف بلي زوجتك يفترض أن تتكشف عليها طبيبة فقط مش أي شخص واحد آخر فالدين عانف الشي هذا فهنا إذا كانوا نقولوا بلي الدين نراهوا قاعد يقول لنا للمرأة ما تخرج وفي المقابل الدين قاعد يقول لنا بلي المرأة لازم تشوفها مرأة هنا وين التناقض التناقض موش في الدين بالمطلق الدين عمرو ولا كان متناقض لكن التناقض في فهم نحنا للدين في فهم نحنا للدين هو اللي خلنا نعيش بهذا التناقض لذلك الدين واضح وصريح في هذه الأمور فنحاول بقدر الإمكان أن نتخلص فقط من بعض الأنماط لورثناها بطريقة تقليدية عن طريق الأباء والأمهات والأجداد نعم هذه كلها أمور يعني ورثها على الأجداد هناك أمر آخر أنه في المفاصلة بين الأنثى والذكر يعني نشوف إنصاف للمجتمع للإنحياز يعني كما نقوله مجتمعنا ذكوري بحث ينحياز إلى الذكر على الأنثى يعني ديما كما نقوله بالعامية محتقرين المرأة يعني مكروها أين مكانة المرأة في المجتمع الآن لا هو بقدر ما كان تنميط بقدر ما في سؤالك فيه تعميم تعميم بمعنى مشكلة الأسر تحتقر المرأة ومشكلة الأسر تنقص من قيمة المرأة والدليل وجودك أنت هناك منشطة في قناة التحرير هذا دليل على أنك تمثلي المرأة في جانبها المهني وفي جانب خلينا نقوله ما بين قوسين في جانب تحرر المرأة بالتالي مهيش كل الأسر تستعامل بالطريقة هذه وهذا يعتمد على أسر أكثر منه يعتمد على أسر واحدة أخرى مهيش فما نقدرش نقوله باللي لأن كنا نطلقوا من القاعدة هذه راح نتوحوا فيه إشكالية أنه المجتمع يحتقر المرأة والمجتمع يقلل من قيمة المرأة إذا كنا نقوله هكذا فيفترض أنك ما تكونيش موجودة هنا ويفترض أني أنا واحد من المجتمع نقوله ما تنقشنيش مرأة لكن كنت أصلت بيه كنت شفتك قداش المرة في البرامج اللي نشطيهم وعارف باللي عندك قدرة وعارف باللي عندك إمكانية واللي تخلينا نقدر نديره عمل لما بعضنا فالمجتمع عموما ماهوش بالطريقة اللي ننظرولها باللي فيه نوع من تقليل من قيمة المرأة على العكس نحن نلقاو المرأة الآن واللي نلقاو المرأة في كل مجالات في التعليم في الصحة في المحامات في الإدارات في جميع وأصبحت منافسة وفي بعض المهن تقديمها ودورها أفضل من دور الرجل بكثير نعم هناك نقطة أخرى على نحن ذكرنا أنواع العنف التي ستتعرض له المرأة هناك عنف لفظي تتعرض له المرأة هو التنمر يعني نشوفه المرأة عرفت تنمر أكثر منها الرجال في نظرك ليس هذا يعني ربما يكون عنف ضد المرأة بطبيعة الحال هو شكل من أشكال العنف مثل ما تحدثنا سابقا وإن ممكن يكون العنف عنف جسدي وإن ممكن يكون العنف عنف لفظي والتنمر يدخل ضمن أنواع العنف اللفظي اللي ممكن يكون حتى داخل الأسرة في حد ذاتها وإن يمكن الأخوة يتنمروا بأختهم أو يقولوا لها أوصاف من شمليحة ممكن الأب كذلك حتى هو ممكن الأب يتنمر بنته وممكن حتى الزوج يتنمر بزوجته وإن يعلق عليها بطريقة غير مناسبة أمام الأبناء وهذا يفترض أنه سلوك غير لائق أخلاقيا لأننا كنديروا حاجة كما هذه وكأننا نعطوا في نموذج للتواصل لأبنائنا اللي بش يعودوه فيما بعد هما مع أبنائهم فأعتقد أنه التنمر ما هوش مرتبط بالمرأة فقط بقدر ما مرتبط بعدة فئات اجتماعية سواء فئات متعلقة أو سواء فئات قائمة على الجنس يعني مرأة ولا راجل ولا ساعة فئات قائمة على العمر أو أحيانا فئات قائمة على العجز كذلك نعم في داخل الأسرة نرى أنه رأي المرأة غير مهم يعني حتى نشوفها حتى عندما يتقدم لها الشخص أنه نشوفه رأي المرأة أو رأي البنت غير مهم حتى أنه الأهل يعطوها بالاستشارتها هذا راجع إلى أنه ما كان أنت على البنت أو المرأة داخل البيت غير موجود لا هذا أوسي كان سابقا يعني في السنوات الماضية في الثلاثين سنة والأربعين سنة الماضية كان فعلا البنت حتى أنه بعض الأشخاص الكبار في السن نعرفهم يحكيوا باللي الطفلة كانت تلعب وحيانا حتى بعض الأمهات اللي يجوني الآن تقولي باللي كنت نلعب في الشارع يجي الرجل إباباها يهزها يمدها للشخص واحد آخر في عمرها بلا 13 سنة أو 14 سنة يمدها للشخص آخر يتزوجته وخلاص وهذه الظاهرة غير موجودة الآن بطبيعة الحال وهي في تناقص وين أصبحت فيما بعد مرأة يزوجوها في عمر 18-20 سنة لكن ما يخذوش رأيها في الموافقة أو عدم الموافقة هذا كان سابقا لكن الآن وكأن الظاهرة هذه عقبة تنقص تدريجيا الآن رهي العديد من الأسر أصبحت تأخذ برأي البنت في قضية الموافقة أو عدم الموافقة القليل من الأسر فعلا لتفرض رأيها على البنت وللأسف أنه بعد فرض الرأي في الموضوع هذا بالذات على البنت وهذا منافي للشرع النتيجة رح تكون للأسف عكسية تماما وين البنت فيما بعد إما تعاود ترجع للبيت وإما تعاني معاناة كبيرة هي وأطفالها نعم نحن تحدثنا بصفة عامة على المرأة الماكدة في البيت البنت وإلى غير ذلك نحن نصل في الضوء الآن على المرأة المطلقة وما من عنف الذي تشهده خاص يعني عنف معنوي أو مادي وحتى التحرش الجنسي أليس كلمة مطلقة في حد ذاتها عنف ضد تلك المرأة؟ لا أعتقد أنه كلمة مطلقة عنف لأنه كنحوسوا على مصدر الكلمة لقوها جتمع الطلاق والطلاق كلمة أو كمصطلح هو موجود في القرآن لكن استخدام هذا المصطلح هو اللي فيه نواة من العنف يقول لك فلانا يمطلق فالمصطلح هذا استخدام المصطلح في سياق الحديث هو اللي يحمل في طياته ولا يحمل في ثنياه نوع من الوسمة اللي ممكن تعيشها المرأة بعد الانفصال وأحيانا الطلاق في حد ذاته أو الانفصال في حد ذاته يعتبر نجاح بالنسبة للمرأة ما يعتبرش طلاق ما يعتبرش فشل في العلاقة الزوجية بقدر ما يعتبر نجاح خاصة إذا كانت المرأة أو الزوجة عانت كثيرا في العلاقة الزوجية فيعتبر الانفصال على الزوج خطوة من خطوات مخطوات النجاح وهذه الظاهرة أنا قاعدين نشوف فيها بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة نعم شكرا لك أستاذ على هذه التوضيحات هناك سؤال ربما يقول الأخير لماذا المرأة لا تطلب حقها عند تعرضها للعمب خاصة وإذا كانت متزوجة وكانت نتيجة الزواج هناك أطفال يعني تقول لك من خليش أولادي وحدهم ولا حاجة يعني من يتمش أولادي وأبوهم مازل حي يعني لماذا المرأة تتغاضى على حقها في تعرضها للعنف هو في عوض أننا نقوله لماذا مهم أننا نقوله كيفا كيفاش حتى نولت المرأة تتغاضى على حقها بالطريقة هذه أو تضحي لأنه في مجتمعاتنا العربية عموما مجتمع الجزائي وعلموها أنها تتحمل مسئولية علموها أنها تتحمل تسكت ما تهدرش وعلموها أنها تصبر مهما كان فالشي هذا كيتعيش في أسرتها وكيتشوف أمها ديجا راه يصابرة وأمها ديجا راي ما تحملها بزفح ويش أمها ديجا راي تعيش في وضع مقلق إلى حد ما فأكيد مش راح تكون بعيدة يسرها لأمها ورح تحاول أنها تصبر على العديد من وضعيات الضاغطة اللي ممكن تعيشها في حياتها الزوجية وزيد المجتمع والأسرة الأصل مجتمع ككل والأسرة الأصلية تزيد تضغطها أكثر لأنه أبسط شيء ممكن يقولوا عليها فينالمون يقول لك ما صبرتش تستاهل بيسك ما صبرتش وكي نجو نحللوا حتى من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية علش في مجتمعنا العربي مثلا المرأة جبلت ولا وش صراحة جبلت على الصبر ممكن نرجع للأم أنها كانت صابرة ممكن نرجع للجدة أنها كانت صابرة ممكن نرجع كذلك لأم الجدة أنها كانت صابرة وهذا يخلينا نزيده نتساءل وسواء الآخر علش جدي وجدك وأم جدي ولا جدي كانوا صبرين نعود ونرجع أسير لعام الآخر في غاية الأهمية هو مرحلة تالاستعمار 130 سنة اللي عشناها من الاستعمار نجو نشوف وش كان دور الرجل وش كان دور المرأة دور الرجل عموما كان خاصا في السنوات الأخيرة يعني في الثلاثين أربعين سنة الأخيرة اللي قبل الاستقلال كان دور تعو الجهاد كان دور تعو يطلع للجبل كان دور تعو يغيب على الأسرة سنوات بالتالي وش كان دور المرأة في المرحلة هذي اللي هو الصبر أنها هي الأم وهي الأب وهي التربيهم وهي اللي ممكن رحي تخدم حتى هي تخدم في البيوت بش تعاو تجيب المؤونة اللي يهموا بش تعاو تجيب مدخل مادي أو مدخول مادي بالنسبة لهم فالتاريخ هذا رحو كامل موجود فينا في داخلنا داخل كنتي وفي داخلين التاريخ المتعلق بالثورة وهو قاعد ينتقل من جيل إلى جيل مش رح ينتقل كثورة لكن رح ينتقل في رموز معينة من ضمنها الرمز هذا تعصبر لكن أستاذ هي يعني على قد ما تصبر على قد ما تتحمل تلك الضغوطات تلك العنف حاستن يعني يكون لفظي ولا جسدي يعني في بعض الأحيان يؤدي بها إلى فقدان حياتها خاصة إذا كانت المرأة تتعرض إلى عنف جسدي من قبل زوجها هذا في آخر مطاف يعني يؤدي بها إلى حياتي يعني مش مجبورة لمرأة إنها تقع تتحمل إلى أن تفقد حياتها هو مش تحمل اللي خليها تفقد حياتها أو أنها تطول أنها تتحمل أنها تفقد حياتها لأنه بش نكون واضحين وصراحة المرأة اللي تتحمل تسعة أشهر من الحمل وتتحمل ألام الولادة تستطيع أن تحمل كل شيء لكن وش يخلي المرأة تتحمل مثلاً ألام الولادة لتقدر تدوم يصف نصف يوم ولا يوم كامل وشي الحاجة اللي تخليها تتحملها رغم أنه الألم هذيك الرجل ما يقدرش تحملها بستحيل بش يقدر يتحملها لكن المرأة تقدر تتحملها من ناحية النفسية علىها لأنه بعد الألم هذكا مباشرة يجي الجزاء يجي البيبيت تاحها كان أمهاد تقول لك كي شفت البيبيت ريحت كي شفت البيبيت حسيت بالارتياح كي شفت البيبيت تاعي فرحت شفتي من الألم رحت مباشرة لفرحة وكأنه ربي سبحانه وتعالى يخليها تتحمل في الموقف هذك تعالي الولادة فيما بعد يجزيها وهكا الجزاء هذكا ينحي كل الألم تقول لك وكأني ما حسش بالألم كامل سيتوك تقول لك هي ألبس عليها وإبنها ألبس عليها كنهزوا المثال هذا وشي وصلنا يوصلنا أنه بعد كل تحمل كي يقول لكي كان الإمتنان كي يقول لكي كان الشكر كي يقول لكي كان كلمة اعتراف من الآخر كل الألم هذكا يتمحا فمهما تحملت المرأة والزوجة مهما تحملت في بيتها ولا في بيت أسرتها الأصلية ولقيت شخص يشكرها قلها يعطيك الصحة بارك الله فيك ولا غير تحملتي ولا غير مقواك ولا غير يسر عليك نشكرك كامل على الشيء لسرعة ولا غير برافو هذه الكلام يخليها تتحمل الضعف وإذا كان تتحمل تتحمل وتتحمل وتلقى في المقابل العكس تماما هذا الشيء يخليها متقدر تتحمل أكثر من هكا وهذا الشيء يخليها أنها ممكن تفقد الكثير من الأشياء في هذا التحمل وأولهم صحتها نعم شكرا لك أستاذ على هذه التوضيحات مشاهدين ومتابعين الأوفياء على قناة التحرير ويب تيفي هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج البيت المعمور نشكر الأستاذ منجي دركي استشاري نفسي وتربى مختص نفسي عيادي ومعالج عائلي على هذه كل هذه التوضيحات وهذه الإجابات على جميع أسئلتنا نترك كلمة أخيرة للأستاذ شكرا لك على الاستضافة وعلى الدعوة والكلمة الأخيرة نحب أن نوجهها لكل ذكر وأنثى مش منقولش أب ولا زوج ولا ابن ولا لكل ذكر وأنثى أشكروا بعضاكم امتنوا لبعضاكم اعترفوا بمجهودات بعضاكم ورح تكون الأمور في الأحسن إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يا أستاذ شكرا لكم متابعين إلى اللقاء ضمتم في رعاية الله إلى أن يلقاني الله وإياكم في عدد جديد الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة